لطالما تصدرت إيران قائمة دول العالم من حيث حالات الإعدام لكن العام 2022 جاء استثنائيا فتنفيذ أحكام الإعدام ارتفع بحسب منظمة هرانا بنسبة 88% هذا العام مقارنة بالعام الماضي عدد من صدرت أو نفذت ضدهم أحكام بالإعدام في إيران خلال هذا العام بلغ 565 شخصا من بينهم 11 امرأة وخمسة مداني تقل أعمارهم عن 18 عاما أي يعتبرون أطفال بحسب القانون الدولي الأسباب تعددت فمن إدانات بجرائم المخدرات إلى اتهامات بالتعاون مع إسرائيل ومؤخرا بدأ القضاء الإيراني في إصدار أحكام بالإعدام في حق المشاركين في الاحتجاجات الشعبية بهدف ترهيب المحتجين بعد أن فشلت إجراءات النظام الأخرى مثل حل شرطة الأخلاق في إنهاء التظاهرات مؤسسة هرانا التي أصدرت التقرير عن الإعدامات تتهم النظام باستخدام الإعدام التعسفي سلاحا في وجه معارضيه ولفتت إلى ترتيب المحافظات والمدن الإيرانية من حيث نسب الإعدام هذه النسب بحسب المنظمة تظهر سعي طهران لاستهداف حقوق الأقليات الدينية والمذهبية والقومية تقرير هرانا كشف أن 18.5% من الإعدامات في عام 2022 تمت في محافظة بلوشستان ذات الأغلبية السنية ثم تلتها محافظة أولبورز في المرتبة الثانية بأكثر من 16% كما أن أكثر حالات الإعدام كانت في سجني زهدان ورجاء شهر الإعدامات التعسفية في إيران ثارت انتقادات قوية من منظمات حقوقية دولية شككت في مصداقية أحكام الإعدام التي يصدرها القضاء الإيراني وخاصة ضد المحتجين الذين فشلت محاولات النظام في إخماد تظاهراتهم حتى الآن